هنكمل مع بعض في المحاضرة ديت إثبات القوانين أو الفريمولة المهمة في الإنجينيين إيكانيمي عاوزين نوجد العلاقة بين البرازينت والأنيول فلو أنا قلت والله كل مبلغ هعتبره رقم في الفيوتشر يبقى الرقم اللي في الفيوتشر بعد السنة الأولينية مفروض الإي يضرب في واحد على واحد زائد الآي وبعدين السنة الثانية واحد زائد آي تربيع الثالثة لحد الإن اللي قابليها يبقى إن مينس ون لو اعتبرت دي المعادلة الأولينية يعتبر كان هنا إيه وهنا إيه وهنا إيه خط إيه مشترك لو أنا حبيت أضرب المعادلة دي في واحد على واحد زائد آي يبقى دي الحالة دي هتبقى تربيع ودي تكعيب ودي أس 4 ودي أس إن ودي أس إن مينس ون وأطرح المعادلتين من بعض وأختصر يطلع العلاقة اللي هي بنستخدمها اللي هي عبارة عن البي بتساوي إيه في واحد زائد آي تزابور إن مينس ون على آي في واحد زائد آي تزابور إن يبقى ده الفاكتورز اللي عندي اللي هو بستخدمه في العلاقة بين البي والإيه لو أنا عاوز أجيب العلاقة بين الإيه والإف أو الإف والإيه أنا بعتبر الرقم اللي في الفيوتش والرقم اللي في الآخر اللي عندي دوت وأعتبر ده رقم في البرزنت أجيبه هنا يبقى بعد السنة ده بعد سنتين بعد ثلاثة يبقى في الحالة ديت عند n يعتبر الرقم اسمه a طيب اللي قبل منه كمان يبقى ايه مفروض ضريب في 1 زائد i طيب اللي قبله كمان ضريب في 1 زائد i تربيعي لأنه ده اخبالك الرقم ده لم يبعد شيء وعشان كده ما تضربش في حاجة الرقم اللي قبله تضرب في 1 زائد i الرقم اللي قبله في 1 زائد i تربيع وهكذا نجمع الهيسة ديت نقدر نقول والله الإيكويشنز الأولانية a في a زائد في a في 1 زائد i ولو ضربنا المعادلة دي كلها في 1 زائد i يبادي أصبحت في 1 زائد i تربيع نطرح المعادلتين من بعض يطلع الفاكتور اللي أنا بدور عليه اللي هو العلاقة بين ال-f وال-a اللي عند لكننا عاوز أجيب العلاقة بين ال-gradient يعني أنا نهارده في مبلغ هذا المبلغ مفروض في a متساوية لكن في gradient أول زيادة تاني زيادة تاني زيادة تاني زيادة عاوزين جيب الزيادات ديت فلو اعتبرتها رقم انديفيدول في الفيوتر يبقى كأنه هضربه في الباكتور في جيفان اف وسنتين لأن ده بعد زيادة الأولى جد بعد السنة دي يبقى وبعدين يبقى في 2G في 3G في 4G يبقى هذه المعادلة الأولية اللي عندي بهذا الشكل أخذ أخذ جي مشترك عندي وبعدين ريبليثين زيامبلز ويز أبروبريات بي على F فاكتورز وأقدر أجيب والله البي علاقتها ب جي الأوليية وبعدين أضرب الطرفي المعادلة في 1 زائد وإطرح المعادلين من بعض أحصل على الأقويتين اللي أنا أعيزها في العلاقة بين البي والج وبشكرين ونشوفكم في محاضرات بعد كده